تام عندي كلام خلونا نتكلم بوضوح ووازنة العام الماضي استطاعت أن تأمن معاشات موظفين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومستلزمات البلد كلها وكانت قيمة النفط بيها أقل من خمسين دولار بعدها قيمة النفط صعدت وصلت إلى مية وعشرين دولار وهاي زيادة كل شي ما شفنا منها علما أنه زيادة الحاصلة بالنفط والله كافية لحل مشكلة البطالة أو أزمة السكن زيادة تبلغ بحدود خمسة وعشرين تريليون دينار والله عجيبة والله عجيبة بلد عنده فائض بهالحجم وشبابه بلا عمل والاحتجاجات على التوظيف بكل مكان في محافظاتنا بدل ما تسنون أي قانون أو قانون مكافحة غلاء المواد استفيدوا من هاي الأموال استفيدوا من هاي الأموال وحققوا شيء للمحتاجين والله لو وزعتوها على المحتاجين كان يمكن كل عائلة محتاجة تحصل عشر مليون أقل شيء واللوم وزعيها على الشباب العاطلين عن العمل كان ما بقى شاب عاطل وكلها عدها أشغال تعيش بيها أتمنى تشوفون حلول واقعية لأنعيب والله أي بلد عنده فائض مالي والعوز ينهش بيه تصبحون على وطن آمن في أمان الله اشتركوا في القناة